مهارة مهارة جميلة جدا 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 اللي بتتواجد فيه بيكل الشهد في الدنيا يعني بيكل الشهد فلوز بقى ونجاح وتفوق اوووو ايه هي بقى المهارة دي مهارة طرق الابواب واحد ما بيزاقش يتقفل عشر تبواب نخبط علي بعده يعني ايه ده ايه الطريقة دي هي كده الدنيا كده هو ربنا عايز كده أما ربنا يحبك حب بس ده مش عمل إيماني عشان ربنا يحبني بس وقت جدعة بنت جدعة المؤمن القوي خيرنا وأحبه إلا الله من المؤمن الضعيف كل يومه التاني يدور على بابه يخبط عليه مرة يتعلم له حرفة مرة يتعلم له مهارة مرة يتعلم له لغة مرة يقول طب ما نخبط على فنان يمكن نعمل معاش يقول بس ده فلان ده إتم مش هيعبرني طب وإيه يعني طب ما نخبط على البواب ويزقيني وحيحصل يعني لما زقيني حموتي يعني ما يزقيني وإيه يعني يعني حصل إيه يعني أنا محتفظ بكرامتي بس نخبط على البواب طب نخبط على الفرصة دي طب ندور على الفرصة دي طب ما نتعلم الحرفة دي طب ما نتعلم اللعبة دي طب ما نتعلم الرياضة دي طب كمان طب عايز طب طب فيه إيه في البزنس بتاعي لسه ما خبطش على الأبواب بتاعته طب ما نحاول مع العميل الفلاني طب ما نجرب العميل الفلاني طب ما نرفع التليفون ونكلم فلان لا فلان ده بعيد قوي ده أكيد حافل السكة في وشي طب وإيه يعني لو ما حافل السكة في وشي بس نخبط على أبواب كل ما تخبط على أبواب كتير الفتاح يفتح الفرص الكتير احفظوا مني القاعدة دي قانون 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 رباني اسمه قانون الطاقات المهضرة الضرورية يا ما قلته وعمل أقوله يعني ايه مهضرة وضرورية ده الكلام مش ركب على بعضه هي كده ايه القانون دوا الأبواب ما تتتحش من أول خبطة ربنا ما بيفتحش أبواب الرزق على طول الأسد عشان يصطد غزالة محتاج يعمل 12 محاولة عشان يصطد غزالة لو وقف بعد العشرة مش هياكل وحيموت اه ايه ده ان عامة تنام على 20 بيضة عشان يقف اس خمسة مندوب المبيعات يخبط على 20 باب عشان يبيع له باعتين النبي صلى الله عليه وسلم يلف على 26 قبيلة عشان الأنصار يوفقه قانون 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 انما اللي بيقص بسرعة أنا خبطت ثلاث مرات ومحدش فتح حط يدك على خدك وعيط مش هيحصل حاجة ده قانون قانون تفضل تخبط ايه ده طب وهي الدنيا كده او والله ربنا خلق الدنيا كده ده من قوانين ربنا في الكون من سنن الكون من سنن خلق الله للكون لازم محاولات مستمرة علشان يبعط لك واحدة عاملة زي الأمع المقلوب الأمع المقلوب لازم تصب من فوق كتير عشان ينزل لك واحدة او اثنين يعني تفضل تعمل اتناشر عشرين محاولة زي كده الكلاود بتاع السحابة سحب كتيرة تنقط ميت مية عشان في الآخر الأمع مش هينزل منه غير واحدة او اثنين فتقعد تحاول خمستاشر مرة عشان تجيب بيعة اللي مش مؤمنين بالقانون ده بيتعبوا وبييقاسوا بسرعة فأنا بعمل مع نفسي ايه أنا جنب الرسالة الدعوية اللي أنا بعملها عندي بيزنس خاص علشان أنا مصر إن أنا مصرفش على حياتي من رسالتي شاء ربنا الحمد لله ومش عيب إن أعمل كده وعملت كده بفترة بس أنا ربنا الحمد لله خمس سنين مبسوط جدا 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 إن أنا عايش عندي رسالتي وعندي البزنس بتاعي والبيزنس بتاعي أصرف منه على رسالتي وعلى بيتي وعلى حياتي ومروق ومبسوط واللي أنا بعمله معاك ودوا كده ايه بحب ومش عايز حاجة في أي حاجة حلو الكلام طيب نيجي بقى في الشغل أقوم كاتب قايمة عندي كراسة زي دي دي كراسة الرسالة والدعوة عندي بقى واحدة زي دها للشغل عشان ناكل عيش كويس أقوم كاتب فيها 12 خطوة أو 12 جهة لازم أتواصل معها علشان عايز أحقق في المشروع بتاعي ما اكسب كذا والله يا جماعة وبعدين أبدأ أسعى في الـ 12 أنا كاتبهم بقى أحفظهم وبعدين أجي بعد شهر ألاقي الـ 12 اتشطب عليهم XXX كله باز أو معامل إيه قالب الصفحة وقت بـ 12 جهة والله يبقى أعمل كده يا سلامه بالهدوء ده ما هو معنا تفقنا على ما لأنا ليه قلت التوكل في الأول ألا مش هو الوكيل شرط أنه يقبلك وكيل أنك تعمل اللي عليك وهو طريقته في خلق الكون أعطى تطرق الأبواب وبيجي لك قلب آه طب ما بتزعلش على الـ 12 اللي عملت عليهم بازعل مثلا نص ساعة آه والله يعني يوم لأن في مثلا واحد في الـ 12 دول أنا بذلت مثلا شهر شغل النتيجة إيه نتيجة صفر فازعل ونام أصحى الصبح يلا بقى ها يلا نعمل بقى جديد طب وإزاي بتتحمل ده بتتحمل ده لأن اتضربت عليه ولأني شفت نتائج إنك بعد كده تبص تلاقي بقى الـ 12 الجيء الخير جي من حتة تانية خلص بقى الـ 12 ترجمة نانسي قنقر